السلام عليكم ومرحبا بكم قبل ما نبدأ كل عادة نصلوا كامل اعلان بي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد لتحب ترسلي قصتها الواتساب راهو في صندوق الوصول صاحبة القصة انا اسمي فرح مبصح هذا الاسم مشكيش كامل ينطبق علي بس كوشفوت اكبر جحيم انا عشت في قصرة عادية ما رانيش رايحان نحكي بزاف عليها وما نحكيش تانيك على تفاصيل ماشي مهمة نحكي باركو واشصرالي بالتفاصيل باش تحكمنتو معليا وتقولوا لي إلا راني الغلطة على الشي اللي عملتو ولا لا تزوجت مع واحد الانسان ما عرفته ما عرفني جا خطبني من عند والدية وسقصينا عليه وعلى احواله وعلى اوضاع دارهم الحمدولله هم كانوا عايشين في المتوسط كما احنا يا وراجلي كان له يبارك شاطر وفحل خدم بزاف بزاف في صغره وبحكم هو ما يكمل شقريته ايو الله دار مورسو تراب في وقت الغفلة بالعقل بالعقل بدأ يبني فيه وشنو ما قدرش يدير الدالة ومنها رجاء خطبني ودرنا الفاتحة انا وياه ولا يجي لدارنا مرات نخرج معه نتلاقى وبرك شمي شريلي هاكم تعرفوا هاد الامور اصلا راه وراجلي وهو اللي يطلب مني هاد الحاجة انا ما قدرتش نقول عليها لا لا كان اول حب في حياتي والفته بزاف وتحلقت به كل نهار اكتر من اللي قبله حتى جهدك نهار اللي تتمناه اي عروسة افرحت وجوز نايا مات بزاف شابين مع والديه وكما قلت لكم بحكم البنيان والأغالي والشي طلع على اللي كان بكري قال لي واش قلت له كان دارنا نغطوها بالتارنيت نسقمو غيرها كده كوبرك ونسكنو فيها ملاحظة المورسو تعتراب ما كانش بعيد بزاف على دار عجوستي تفصلنا طريق فيها تقريبا تسعة متر فقط بس كنت مع عجوستي ديما نروح لها نخدم منها الشغل نسل معهم شومبرا والكوزينا كامل مع بعضنا كانوا يبانوا لي ناس ما شاء الله عليهم جهزوا اشهر ونعلى هاد الحالة احتوينا عجوستي واحد الخطرة قطلت تروحي معايا عند وحدة قلت لها ايه ما كان مشكلة لا رجلي خلاني سقساتو والحمد لله هو قلي مع والدي مع اخياتي ما عنديش كامل بروبلام رحت معها وتم طرق كامل وهي تقول لي لقشتها كامل ماشي شباب لماذا لم اجبتيش حاجة بالطبع قلت لها لماذا كش واحد اشتكالك مني ولا حوي يجي اخي ياكي تعرفي اشي راهو غالي جبال الاخرارة تسوى بتلتمية الف شابة قلت لي ايه على بالي بصح انا ابنتي يدرت لهم غير قلب الحبة اللي يشوف الرب انتعها ينسخطها قلت لها ايه انتوما بلك عندكم الرزق لعبتهاك شغل ما نعرف والو قلت لي لالا عايشي كيمانتوما طريق كامل وهنا نحكو غير في هذا الموضوع انا قلبي وجعني مما حبيت نرجح لها ولا نقول لها كلمة تجرحها ادخلنا على لاندو واحد المرة كانت خياطة تفصل وتبنى عندها اتولي لكن تخدم اونوارا دخلتني الداخل و قلت لي شوفي يا ابنتي اراني لقيت لك خدمة هذا المرة رايت تحوس على واحدة تعاونها داخل اتولي ينتعها واذا قلت له كنت تقعد هنا يتنقل هذا الدنيا وبدأ تعلمك بالعقل وتجي بي مصرف تعاوني بها راجلك هكذا تكملوا بنيانكم قلت لي اما وش بيك هاتا قلت لي ايه قلت لها وليدك على بلو قلت لي وليدي خليها عليا انا نقول لك نقنعه لا تخافيش قلت لها مشكيش يما قلت لي المهم شوفي لا تلي عجباتك او لا 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 قلت نخزر هي صراحة كانوا فيها غير واحد زوج ابنت وهذه المرة اللي كانت تقول عليها صاحبتي كانت تاني كبيرة في اللاج كنا واقفين عند دراسها ونتناقشوا المهم خرجنا من تموانا طريق كامل قتلني التفكير قلت هذا المرة لماذا جابتني هنا بش نولي نختم تحوزت هنا مني ادخلت الغرفتي عادي تشارج العشية خسر فيي واحد الخضراء ستقول لك انحب يقتلني قلت لي اليوم يوم كنتي قلت له معي اماك يخي لبالك قلت لي ايه لبالي مبصحة وش تقول الحكاية اللي ركيت تفهمي فيها مع اما كيف شكيت حوزت تخدمي اكيت يوفي فيها مقراض بشر قلت له لا لا مرانا مقراض بشر مبصحة اماك ادتني الوحدة صاحبتها وقلت لي عاونيها برك وتخلصك قلت لي ايه من وقتين تديري هذا الحوائج مردهري قلت له اروح تحكي معي اماك انا خاطيني اغل ان اقول لك مع البالي بحتى حاجة محسيتم قلق واحد التقلاق في حياتي ولا شفتوها كدك قلت يقول لي ايه مغلطش اللي قال دارو بليس في قرعه وغلقوا عليه قلت له اكت معني علي قلت لي ايه عليك ومال علي من قلت له بصح يمك هي الصبة قلت نتناقش معها حتى ادخلت عجوزتي شفت فيها وقلت لي يا بنتي ويوليدي عليش رقم بكبرين الحكاية كما هكا نورمال انت رك حصل في هذا البنيان ورك تقول نغطي بالترنيت عليش رك حب تعيشها في قربي خزرت فيها قلت لا يمه ما عليش اللي كانت تكون انا المهم اكون مهنية مع وليدك هذا ما كان قلت لي لا لا انا نقول لك خلي هذا الشيء عليها انا ما نحبش ما شهدت مسخيرة جبت بنت الناس هنا باشت مرمدها ولا واش انا صاي حسيت باللي عجوزتي راهي واقفة في صفي تحبني وتموت عليها على هذا راهي تهتركي ما هكا هي هات ناقشت بزف بزف معاه هو ما قدرش يريبوندي لها بحكم يحترمها وديما موصيني عليها خرجته خلاته هكاك هو قاعد غير يتخنزر فيها جوزنا هاتيك الليلة وحنا في زوجه على اعصابنا قاعد يتفرج في التليفزيون ويزيد لول كل الطرف ويغلقهم لي ميه هكذاك وتحملته جاغ دوا من ذاك نط مع الصباح طيب تلقى هو الراجلي كل عادة بسكوه دائما ينط بكري باش يروح لخدمته اياكي راحة نسمع عجوزتي ناضط توضعت صلات وجات لي قلت لي واش بنتي حكيتي معاه قلت له واش نحكي معاه السيد صرعني في تليفزيون ما حبش يخزر فيها قلت لي ايه ايه كيف اشرها مع الند قلت لك حاجة الى تخديري غير ديري واش راح نقول لك قلت لها خير ان شاء الله انا قلت بقى لك احتاطيني كاش فكرة نحسن بها الاوضاع ما بيني وبين زوجي تخيله واش قاتلي قاتلي اخر جي تخدمي واللي كل اسباح روحي لعند هذيك المرة وقبل ما يجي راجلك تكوني هنا في الدار وننع السهولك دائما فيها وعيني يا خارجين قلت لي يما وشكي تهدري احبب بليكني يسمعي يطلقني نورمال قاتلي ما يطلقك ما والو احنا هذي الحويج كما عندناش قلت لها لا لا خلينا منها يما انا نروح احبي تليكيديها باي طريقة همي بصحية كل شوية تحكم فيها وتقول لي واش اكي تليكيدي فيها اخيراني نهدرلكم على صلحكم باش البنيان انتهكم يكمل ما يقعدش حابس كما هك قلت لها خلاص خلاص ليكتبها ربي ندوها معلش انسي الفكرة هذه تح الخدمة كامل وما تسيديش تقول لي عليها ولا حتى تقول ليها الراجلية المهم روحت للدار وخليتها في الكوزينة حاكمة يديها في زوج وديرتهم على خطوتها حسيتها كانت تفكر فيك خطة واحد اخرى جاهزت واحد سمانة قريبا احنا نسينا شوية الحكاية احجزت دخلت لعندي وقعدت تقول لي وين راه راجلك وين راه قلت لها اخير يما وش بك هذا قلت لي حبيت نعرف حاجة قلت له وشنو قلت لي تحبيني او لا 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 قلت له كيف عش ما نحبك انتراكي في عوض يما خليتها من هيك انتراكي اعنا ترون بلاسيها قلت لي وراجلك قلت لي حيالية ووليدك شايفك وماشي مأمني موت تعليك قلت لي ملاكي تحبوني لازم عليكم تليموا لدراهم راه وقف لي البارح راجل في المنام وقل لي وكان ما تروحش تزوري بيت ربي نغضب عليك وهذاك راه بيان عليه باللي يملك بعثه لي ربي سبحانه مسما شفت فيها وقلت لها هاي اما رح يعيطيك كالشيخ ولا مفسر يفسر لك هذا المنامة انا ما نعرفش قل لي كيفاش ما تعرفيش انا نقول لك واحد وقف لي في المنام وقل لي لازم تروحي قلت غير تعيض دخلت الوستي اللي كان تعاعد تقمشي متزوجة قلت لها يما واش بيك هذا من رغم رايحين يجيبو لك الدراهم قلت لها ايه انت محلة بالك بوالو دكتب فهمي رحي لشمبرتكراني جايا لك انا قاعدت نخزر فيها وقلت لها ما تقلقش مدام راك يحب هاد الشي عشيك يجي راجلين كله الشهرية تعاعد المرة والمرة الجاية بإذن الله ما نصرفوهاش كامل نخبوها لك ليه وازيدي يشوفي أولادك الأخرين يلمدون لك لماذا لا لا العمره ما راهيش مبلغ كبير لما نقدروش عليه قادرين وان شاء الله نلبو لك الرغبة انا قلت ايه واش علي عجوزة كبيرة وريحبة تزور بيتابي ما فيها والو نديرو اللي عليناه ونخلو الاخر على الاربي جارجلي مع العشية وحكيت له كاعة التفاصيل اللي قالتهم لي تخيلوا يا ناس تخيلوا باللي عجوزتي خبيثة وكذابة درتنا هذا الحويج كامل باش تلايمت تراهم بعد ما جمعنا لها تقريبا 17 مليون باش تروح مبيهم للعمرة تخيلوا واش قلت لنا رحت لعند الطبيب وصاب عندي كونسير وقال لي ممنوع عليك تسافري ولا تروحي لأي بلاسة نستغربت قلت لهذا الشينا انا لم أسمعت شبيه وانت يا وقتاش رحتي لصبيطر ولا للطبيب قتلي ما تحاوسيش تفهمي يا بنتي لاني عجوزة كبيرة ماانيش جاية نكدب عليكم دراهم هادو نخبيهم ان شاء الله نداوي بهم ومن موراها نديرو عمره كامل كيف كيف ديجا لازم علي يا محرم والمحرم يروح باطل حتى هو لازم له مبلغ كبير خزرت فيها وقلت تب براسها دراهم هادوك اصلا ما همش تراهمي وحدي وراهم الله ورزقها مادام اعطيناهم لها دخل رجلي قلي وجدي لي باش ندوش قلت له اوكي درت له السربيتة وتحضيراتها كنت تعرفوا من بعد كي خرج قلت له اروحة تعشرة رهواجد كلش وراه يسخون الماكلة خل من لي تبرد كنا زمان اشتاء ودخل من موراها دخلت مباشرة لوستي وقعدت تخزر فيه ومربعي يديها قلت له يا اخو يا العزيز انت مارك سامع بوالو قالها غير الخير واش حبيتين نسمع قلت له على بلك بلي اخوك الكبير رح يتزوج وحنا لا اخبر قالها ما على باليش يا ربي سهل كي ما تزوج قلت له بصح ما اكشفها من الحكاية كامل على بلك بلي نهار قالت نروح للعمرة مكشكع منها ونهار قالت باليران يا مريضة تانيك مكش منها كنت تلايملوا في دراهم جوزت باش دخلوا هذه الحروسة بالطبع وشان وراه يحب تدير له عرس في لاصال ماشي كي ما درت نتايا قالها انا يدرت قيس دراهمي هذا كله كان لازلت تخزرت فيه وقاتلوا نزيد نقول لك عفسها واحد اخرى قالها ايه تفضلي ركي وقفتيني اللقمة في القرجومة فيه وقاتلوا هم بابانا نخلص الورو احنا الاخبر قال هادي حكاية قديمة ما شكيتش مازال يخلص قاتلوا ايه ملا غير روح تأكد بس كنت رغم الليرة وراه قدع ليهم ما يعلم بهم غير ربي ويماك راي صابت له هذه الحرفة انت عمريضة بالكونسير بالعاني كي نحيلوا كامل الصوارد قال ربي سأل عليهم خلوني نعيش حياتي بركة وما انتم مسخرين تعكم كل مرة تجبدوا لي حكاية خرجت وخلاتوا هكاك من بعد قاعدت نحكي معاك وقالوا بانك الهدرة اختك صحيحة قال لي ما كاش منها نعرف هكا كدابة ونماما وفتانة تيما تدير لي هكذا ما مقبل ما نجيبك كل خطرة واش تجبد لي المهم قاعدنا حقاك ورانا ناسين كامل واشقالت لوستي اللي هي اخته حتى تدخل علينا رمضان تم ماجهة تعجوستي حكمة راجلي قتله امور رمضان هادارنا ندخلين العروس قال ها واش من العروس يما قتله مرتخوك جديدة قال امي ما على باليش انا بالحكاية ايه واقي له واش كانت تحكي اختي ديك النهارة صح قتله واش كانت تحكيه على واش قتلك هي قريب ما ماتت تأكدت بالليلوستي جاءت حكيتنا بالحقيقة المرة اللي كانت هي وحتى شيخي خبو فيها علينا راجلي ما امنش كان داير باللي اخته هادي كدابة وكل مرات جاءت حكيناها كدك جوزت باش تدير النش مبصحية اخر كلامها كان كل شي حقيقة وتخيلوا عجوزتي واش كانت تدير الشيخ ها يعني شيخي باش تنحيلوا كامل هادو كدراهم وكيفاش اكتشفت انا هادو الحاجة راح نحكيلكم بكل بساطة ونتمنى تقولولي رأيكم في التعليقات الى غلط ولا ما غلطش عجوزتي بعد ما ثبتت التهمة باللي مراهي لا مريضة لا يديك لا يجيبك عملت هذا كامل برك باش تعاون وليدها اللي كان حاب يتزوج وثاني حاجة عملت هذا الشي على جال شيخي باش تنحيلوا كامل الدرام اللي كان يخبي فيهم تحتو وكل خطرة كان يقول لها نجيب واحدة صغيرة في العمر ونشرين لها دار وحدها ونسكنها هاد الكلام تعجوزتي قالتولي ادخيلوا يا الناس الراجل بعد ما يكبر ويقول لوروت ورداج يقول لي خمم في اشياء تخلع انت على الصح هذا كثرة مع اب زوجي عجوزتي كانت كل مرة تقول لي واش كان يصرم بيناتهم وتحكي لي حتى انه وهو يخلص الأورو ميداسهم عليها ميوري لها حتى فرق وكان يحرمها من ابسط امور في الحياة هذه الحمد لله عجوزتي كانوا عندها ولادها ربع الله يبارك وحتى هم متزوجين يصرفوا عليها وكان يمدوا لها سوخته كرانا عايشين كامل في دار واحدة وما مراجلي كان يحب يمه بزاف يقول لي بلي هي تعبت يوسف وفرات كتر وكتر علينا رفدت بالحمل وياريتني ما رفدتش لانه بعد مرور ثلث شهر لابلكم واش سراء رحت لعن الطبيبة صابت بلي البيبي اراهم وشوه وهذا كامل السراء غصبا عني كانت تتمدلي هي دواوات وانا تلمو حشاكم كان يجيني ردان بزاف ما كنتش نشربه ايا كنت نرميه على هداقت لي انتي هي السبا بعد ما زاد وفاته وشهرين زيت سوفريت كتر وكتر كل مره نطقية صرافية المنكر جهلت وقنطت من رحمة ربي وليت نقول هلاش يا ربي بعتلي هات صغير باش نتعدب به ايه ما تلومونيش سمحولي استغفر الله وربي يخفرلي على كامل واش كنت نهتر لانو كالحقت للشهر الثامن ورحت باش ندير لي كوغغافي عادي نعرف جينس البيبي مع النوع لبالي بلي راه هم وشوه وانا في قلبي كنت كل مرة نقول ان شاء الله يا ربي هنيني منه ما تخلينيش نتعذب بهذا البيبي اللي راه في كرشي كيما قلت لكم كيتخلص للشهر الثامن ثم طبيبة قالت لي بلي الصغير هاداره مية في كرشك ولازم عليك تدخلي للمستشفى الدهني يا راجلي وهو ماشي مصدق هو كان قانع بقضاء والقدر انتع ربي سبحانه باللي الطفل هاداره يجينا مريد المهم تخلنا وخرجوا لي صغير هاداك مية ادفناه وناولت نبكي نبكي بالشهقة ونطلب السماح من عند ربي سبحانه قلت هاداره ابتلاء واكيد اي حاجه تجيك في الدنيا هذي اختبار لكن انا الله خالب كل حاجه كانت معميه على عينيه ودوقت زيده تعارفه ثاني كسبب الرئيسي وراء هادا الحمل اللي كان مشوه عجوزتي بعدما ولدت انا وخرجوا لي هاداك البيبي وصاي فات اللي فات هي ونستني وكل خطرات تجيب لي الماكلات تهلافية بس بصحر وماركيت بلي الخرجات نتوحى البره زادوا شيخي كل خطرات يدوس معها يقول لها وراك يا رايحة هادا معا من كنتي وين كنتي اسئلة بزاف يكونوا في باله لكن هي تخلي هاكداك واحد اليامات انا كنت فيهم نتوحم حمد الله ربي ناب علي وراه ورايح يبعث لي بنوتا على بلكم سوفيت في الايام الاولى وكنت نحافظ على روحي قد ما نقدر ومعاني شي حبه ويصره لي في الحملة الاول يتكرر المرة الثانية ما مراجلي ولا مساعفني بالزاف يجيب لي الحاجة اللي نطلبها اخترجوا هيه لحشرة ونص نتاع الليل اخرجت وكان جايين ردان بسكيكليت حلوة التارك وواحد الكوكا اخرجت لي الحمام اعزكم الله وتما اسمعت الباب هاكيد تفتح بعدها رحت نجري باش نشوف المحتع الجوستي خارجة انا تشوكيت قلت كيفه؟ هذه رايحة وحدها وما كين حتى واحد معها انا تلمولي كان راسي يوجع بزاف بزاف وكنت حبه غير حشاكم نروح نرد ونخسل ونقولي شامبرتي ما قحتش انسي ستي بزاف كون هاديك وشحراي الساعة ادخلت رحت تكسلت ارقدت غدوة من ذلك كل عادة نط مع الفجر باش ندير القهوة لراجلي حوزت العجوستي ما صبتهاش بس كديمة كانت توضى تصلي وانا من جهة في المطبخ طيبت القهوة وحطيت كلش في الكوزينة ورحت نرقد اليامة اللولين كانت جيني غير على الرقد عجوستي جوية الوحدة ونستع النهار جت طبطبط في الغرفة نتاعي المهمة خرجت لي هوا ناس كتوبرك طايحة قلت لها غير الخير وش كاينة يمه قلت لي ايه خير ان شاء الله جي معي لها ديك المرة تعديك النهار قلت لها وش نجي يا يمه اقيا لبالك راني انتوحهم قلت لي مكش منها ما قلت ليش يا الخداعة قلت لي علش نقولك ما حبيت نقلقك قلت بلك يصرالي كيمال حمل اللول ثاني كان الطمعه كامل من بعد ما يكون والو قلت لي ايه ما علي شماله قلت لي وشك 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 معي قلت لها ايه اوكي دوك نلبس وانتي مهم هي راحت وانا اغلقت الباب تكسلت في بونكي ومن تم ارقدت واحد ارقاد وش نحكي لكم عليه المهمة جاتني الفطنة يدخل الرجلي مع الحشية خسر فيه وقلي ما تقول لي ليش اليوم نهار كمبلي وانتي راقدة قلت له وش تحب الله غالب جبلي ربي وحمي دير هكذا في المرة قلت لي ما كنت شاكا بكري قلت له ايه وش ندير ماشي بيدتي المهم سقساني علي امه قلت له ما على باليش بعد تفكرت تجويل وحدة ونص جات لي وقتلي الله تروحي معي للخياطة قلت له ايه هذه ما تكون غير عند هذيك المرة لديتني لها واحد الاخترة وقتلي مشيت خدمي اراجليت خلصت قهوة من بعد راح تكسل في غرفة النوم وانا وليت في الكوزينه هذيك مع الشغل على بل كوم نهار هذك جبتها غير رقعد وانا وليستي ديما متفاهمين انها حصلت في الدار لم نستطعها نجد كل شيء عليها دخلت وقتلي اكي عيانه وقيله اذهب الى ارقضي و اتجلني انا قلت له صعيطة عليها انا سأل ابلي بذوكان ونقعد حتلت ماشي التعليل وانا نرقت ولكن قرقته بثاف قلت لي لم يلقى بارك هات بارك يخرج البيبي سالم غانم ونفرحو به هاذك هو الصح قلت له ان شاء الله ان شاء الله قلتنا قصرنا شوية بهيه رحت الغرفتها وانا كملت وانا خرجت قلت لهم على بليش بابا ولغر اليوم صبح وانا راقدة سقصي مروى راي في الشامبرا وقال لك ما تقول لك مروى هذه لوستي تخليها وسمحت عياط كبير ما بينوا وبينها قال لها هذه نقول لك حاجة راهو جاي النهارا تعالى مهم صوتهم كانوا يسمعون من بره خرج راجلي من الغرفة راح له وانا كنت موراه قلت يقولوا يا بابا انا على البليس وانا هي رايحة تروح يمه ديجا المرأة قالت رحت عند الخياطة كاذا ما تخيط لها وتعود ترجع قالوا ايه ايه انت مارك عارف والو ومشي مشي لدارك مشي تشتهدر معايا كامل خسرت فيه وقلت له ايا بابا انا على البليس ما تكبرش الحكاية كين منها واش رايح يقول لك راجلي رايح يقول لك قاتلين واحد تروحي معايا وانا تلمو اللي كنت عيانة ما راحش خسر فيه وراح وخلاني هكذاك واقفة قلت في غرفتي جوزتي امات على هاد الحالة وثاني روما ركيت باللي حجوزتي تخرج بزاف وما شكيت شراهي تخدم في خدمة زينة قررت واحد النهار وهي خارجة عن ربعة أصبح اني نتبعها بل كين فيكم راح يقولوا لي واش تدخلك فيها علاش راكي تحوسي تبعي عجوزتيك ما نقول لكم اين تبعها بسكوا كترت على ما وصوها والشكوك والهدرة ولا تدور في الدار انا شكي كبر كتر وكتر رجلي هم دار في باله والو عليها اصلا هو يروح مصبح للليل ما يبانش خبره وما كان من نوع اللي يعرف اسرار دارهم بزاف شيخي كان شاك فيها واحد المرة وانا خارجة لقيت قشابية في الدوش قلت ايه او الله غير هذه هي اللي نلبسها ونروح نتبع عجوزتي كما قلت لكم هي خارجة قبل الفجر لبست هذه القشابية ودرت خيماري وحجابي جبتها على رأسي وكيما على بلكم القلمونة تحتوي لبزاف اطيح حتى على وجه كامل قعدت انتبع فيها منحيط الحين ادخيلوا يا ناس عجوزتي وانا راحت راحت لهذه المرأة اللي ادتني لها واحد الخطراء وقاتلت الدخلية الخدمية عندها وتعاونيها وتخلصك زع ما في نظرها حانوت انتع خياطة ما بالصحوة شكاين مراه كوارث حقيقية عجوزتي كانت تروح ادير الشعوذة مع هذك المرأة صدقوني انا ما امنت كشفتها دخل التمى وخرجت محملة واحد الاشياء غريبة بزاف بعد ما دخلت للدار احرفت هذو كسواشي واش كان فيهم فيهم توابل واشياء الدل باللي سحر وشعوذة وكانوا كاينين حجابات بزاف ما بليش واش كانت تعمل فيهم على بلكم باللي كشفت هذك المنظر قريب ما تشوكيت حجوزتي ما ردتش الباب باللي كاين واحد اراهو يتبع فيها اللي هو انا المهم هذك الساشي رفدتها وهي ما جابتش كامل خبر بسكو ودخلت للحمام باش تنحي الملابس انتعها ما على باليش كيفاش غلطت ما على بالكم حالة الكبر رفدت هذه الساشي وشكيت وشفت راجلين وطوه وكان مفزوح قلت له شوف شوف يماك واش جابت قاعد يخزروا هو مستغرب قال لي وشنو هذا اعودوا بالله من الشيطان الراجيم قاعد يسمي ويقرأ ايات من القرآن الكريم حتى سمعنا اللونبات ترتقط في الكولور من بعد عجوزتي خرجت وكانت ما كملت لحد حوايجها حكمها كما يقولوا بالجرم المشهود هو ما صدقنيش من بعد كيشاف يماها كاك خلاص قاعد يقول ها وين كنت يما وين كنت هذا ساشي هادي كانت في شنبرتي خرج شيخي موزت خرج لوسي ولوستي يا وصرا مشكل كبير هي تعقنت ووشها حمر كيف حب الطماطيش من بعد طلع لها الضغط وولث تقول يا ربي راسي رح يكلاطي يا ربي راسي راسي مهم اديناها للمستشفى طلعت لها لاتنسيون 18 حكمها مدة اسبوع وهي الداخل الحمد لله ريحت من بعد خرجت وثم كامل ولادها عرفوا باللي هي راي تخرج ودير سحر وشعوذة والعياذ بالله اكيد انا شكيت باللي راي تعملي لي والعروسة اللي رانا جايبينها بصح يا لالا كانت تدير هذا الشيخي باش ما يعاودش الزواج عليها مع مرة صغيرة في السن وكان يكتولي تنحيله في الدراهم وصح هو كان مرة على مرة يولي للطريق ويحل عليها ويمدلها وهذا كامل كان تحت تأثير السحر والشعواذة انا بيها كل مرة تجي عندي لوستي وتقول لي ليوم بابا ما رايش في عقله وخضرت تقول لي ليوم بابا له في عقله عجوستي عرفت باللي ولادها كامل فاقولها كانت غيظتهم بزاف قريب ما تعوقت ايا قالوا ما نحكمهاش نولوا نعسوها وخلاص والحمد الله هي تابت وعاودتها رجعت للطريق وانا يا ما نكذبش عليكم مراتي انبني ضاميري نحس بلي درت حاجة ماشيم لي حاكي فضحتها قدام ولدها اللي هو زوجي في نفس الوقت قلت ايه انا لو كان ما فضحتهاش مراهيش هات عاودتولي للطريق وانا بعد ما فاتوا تسعة شهور كامل انتوعي يرزقني ربي ابنوتا ربي يحفظها لي سليمة معافات وماشاء الله عليها وكان اسمها رونق انا اللي سميتها وراجلي موت عليها الحمد الله حاليا كملنا دارنا وكملنا بنينا ورانا ساكنين في دارنا جديدة انا وراجلي وبنتي وثانيك عجوستي ووليت للطريق ولوستي مره على مراجل عندي تقول لي يما هديك يا الخياطة اللي كانت سببها شحر من الخطرات تروح لها تشبهها سببا ومعايير وتجي خطرة علي بلكم ش قاتلها قاتلكو ما توحيش تخطيني ندير لك السحور تولي تمشي وتنتفيف في الشعر انتع حواجبك لوستي خافت وولد قعم ما تروحش ليها جبدت روحها وكل مرة جيد قصر معايا دايرتني كي شغل خطاة وعلاقتي معاهم نقول لكم باللي ما نديش الثقة في عجوستي بس كاللي قرر انه يشرك بربي سبحانه ووش تستناه منه اكيد ما راهوش فيها الخير هي تركاره عندها مرض الضغط مرض مزمن وبالنسبة لشيخي يقعد يقعد ويترتقلها بمشكل كان متحح وما يحبش يعطي لها الدراهم يحسن عونها مسكينة حتى هي ربي معاها راجلها وراجلي ماشي كامل كيف كيف واحد المراجعة اللي عندي لداري وقعدت تحكي معايا في هذا الموضوع وقعت لي بللي كين واحد كان يتبع فيها شفتو لابس قشابية جاب لي ربي شيخي مسكينة ما زالها الى يومنا هذا ما على بلاش بللي اللي كان لابس القشابية هو انا ونتمنى ان شاء الله ما تسمعش القصة هذي بس ك لو كانت سمعها راح ينكشف كلش وهذه هي الحكاية وانا ما عنديش بروبلام لو كان يعرفوني بسك ما درتش حاجة ماشي مليحة ونشك ركو ختيف الله والقناتك الرائعة والمميزة حطي القصة انتاعي في اقرب وقت متمنى نسمعها بصوتك في نفس الوقت باش تكون عبرة